السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفتنا لليوم الفلافل بدنا نحضرها بطريقة سهلة إن شاء الله ذهبية من برة ومقار ما شاء وطرية من جوة وبدنا نحضر معها الصوصة طحينة فضلا ندعموا الفيديو بلايك أو تعليق وإذا ما كنتوا مشتركين بالقناة ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكوا فيديوهات القادمة هون في عندي ثلاثة كواب من الحمص أنا نقعتهم بمية من الحنفية وتركتهم لمدة عشرين ساعة تقريبا وهون في عندي قطعة بصل صغيرة وبنحتاج له سنين توم ومقدر ملعقتين لثلاثة بقدونس وفينا نستغني عن البقدونس كمان بصير بدي أفرمها من دورين على الماكينة الكبة وأكيد فينا نستخدم المفرمة كمان بصير وهون في عندي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الكزبرة وعندي ملعقة كبيرة من كربونات السوداء وأكيد فينا نستخدم بيكينج باودر كمان وثلت ملعقة بابريكا وملعقتين كبار من السمسم الغير محمص وبعجن كل هالمكونات مع بعضون ليندمج كتير منيح بدنا نضيف المي بالتدريج وهون اخد معي 3 اربعة الكوب من المي البيردي انا استخدمت وحطيت ملعقتين كبار من السوس الطحيني وهو مكون اختياري فينا نستغني عنه بس بتعزز النكهة هاد هو قوام الفلافل متماسك وهش بنفس الوقت متل مواضح بغطيها وبحتها بالثلاج اللي ترتاح لمدة نصف ساعة او اذا عنا وقت فينا نتركه ساعة لتحضير سوس الطحيني بنحتاج نصف كوب من الطحيني وبنحتاج كوب زبادي يلي هو يوغورت وبنحتاج ربع كوب من المي البيردي وعصير نصف حبة ليمونة وكمية التوم هون اختياريه سنين لثلاثة فينا نحط واكيد ما ننسى الملح انا حطيت نصف ملعقة صغيرة ونصف ملعقة من الكمون وانا طحنت المكونات مع بعضهم لحتى ندمجه بشكل منيح حتى المواضح عليكم بحطه بصحون صغيرة وهيك جهز معي الصوس فينا نزينه متل ما بنحب انا حطيت عرقن عناعة اخضر بدنا نسخر كمية وفيرة من الزيت ونشكل الفلافل ونبلش نقلية والنار عندي متوسط بشكل القراس بالطريقة العادية الطريقة المعتادة يعني بظل بقلب فيهم لحتى ياخدوا اللون الدهبي متل ما بنحب بتاخد معنا مدة عشر دقائق تقريباً وهيك انا طلعتهم من الزيت وبحطهم بالمصفاي مباشرة لحتى يتهووا بنكمل بقى الكمية بنفس الطريقة بنقدمها بالطريقة يلي بنحب وهيك جهز معنا وصفتنا فلافل مقرمشة ودهبية ما شاء الله الوصفة كتير ناجحة بتمنى تجربوها بطريقتي ان شاء الله وصفة اليوم تنال اعجابكم ونرضاكم كل الشكر لكل حدا تابعني الى الاخير واذا عجبكم فيديو ياريتوا تحطوا لايك للفيديو او تعلقوا على الفيديو فضلا اذا ما كنتم مشتركين بالقناة ياريت تشتركوا بالقناة لحتى يصلكم فيديوهات القادمة برحب كل المتابعين اللي انضموا لقلنا من جديد بقلكم اهلا وسهلا فيكم بقناة رابح محمد مع السلامة في امان الله اشتركوا في القناة